ألحق السقيع الضرر بمعظم المنتجات الزراعية في مزارع العبدالي بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وسط توقع بارتفاع أسعار الخضار نتيجة قلة المعروض وتلف ما يقارب 45% من الإنتاج الزراعي بالنسبة للمحاصيل اللي اتضررت هنا في العبدالي ودي موجة السقيع بتتكرر كل سنة أشهر المحاصيل اللي اتضررت الطماطم والبزنجان والبطاطا دول المحاصيل الرئيسية اللي هي تعتبر محاصيل اقتصادية بالنسبة للمزارع طماطم في الشبرات لأن اللي بيزرع حقلي بيزرع في موسم شهر اثنين دلوقتي ما بزرعش حقلي فالشبرات اللي هي مزروعة طماطم من شهر تمانية أو سبعة في الموسم اللي طاف بتجمع دلوقتي ووصلت لأعلى مستوى للإنتاجية ولكن السقيع أثر فيها حتى مع وجود النيلون أو البولي كربونايت ليه؟ لأن الموجات بتاعة السقيع بتعمل لوس أو باور انخفاض فجائي في درجات أو في أوقات الليل المتأخرة في عدم وجود شمس ودرجة حرارة فبيأدي إلى تجمد الخلايا داخل الأوراق بالتالي الأوراق بتتلف وبيأثر على النبات لأن الأوراق هي مصنع الغزاء بالنسبة للنبات الخسائر جامدة عندنا هنا بالنسبة للورق في المحميات تمام بالنسبة للورق عندنا خسران خالص لنزجة الظروف الجوية والسقيع بيأثر الجامد على الأوراق وعلى الإنتاج بالتالي بيأثر على المحصول والإنتاج بتاع الخيار اشتركوا في القناة